اهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من اميرة في المطبخة على سي بي سي سفر معاكم ان شاء الله لمدة ساعة الحلقة النهاردة حلقة الخميس مخصصة للحلوية وبما اننا الحمد لله يعني الدنيا بدأت صيف كده وتحرر فاحنا عملن لكم وصفات ساعة وصفات سهلة وسريعة لذيذة جدا مش محتاجة فرن مش محتاجة شغل كتير اول حاجة هنعملها مع بعضها هتكون سلطة الفواكه بنكهة التشيز كيك ودي وصفة من الوصفات الرائعة الصراحة هتعجبكو قوي 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 هتاكلوا فيها الفكهة حتى لو انتم ملكوش فيها قوي انتم والولاد وهتاكلوها بتعم لذيذ جدا هتحسوا كده ان هي وجبة عندنا هنا شوكولاتة بيضة متدوبة ولذلك انا حطها في حمام مائي يعني بولة فيها الشوكولاتة البيضة السايحة وتحتها كسرول فيها شوية مية صغيرين مش بيغلوا جامد ولكن سخنين كريمة مخفوقة اللي هي كريم شانتي او بودرة الكريم شانتي معها شوية مية والضربوا وبقوا كريم شانتي جبنا كريمي في درجة حرارة الغرفة بدون ملح بدون نكهة سكر حسب ما انتم عايزين وممكن تستبدلوه طبعا باقي السكر البديل او باقي العسل وممكن كمان متحطوش سكر خالص وتكتفوا باقي السكريات اللي موجودة في الفكهة عندي بقى مجموعة من الفكهة حسب طبعا المتوفر عندكم حسب الموسم فراولة وموز وكيوي وخوخ عندي مارشوميلو اللي هو بتاع الاطفال ده اللي هو اللذيذ ده وعندي بسكوت مجروش بسكوت بدون نكهة هنعمل ايه؟ البسكوت هيتحط فيه القلب بتاع التقديم على طون ينفع على فكرة يبقى ناعم خالص زي بتاع التشيز كيك الحقيقية بس انا بلاقي ان ده بيبقى افضل مع الفكهة والسوس بتاعها ولكن لو عايزين تجروشوه ناعم اجروشوه ناعم اوكي اوكي هحط الفكهة هنا ادي الفراولة وادي الكيوي وادي الخوخ وادي الموز هنحط شوية من الجبنة الكريمي شوية جبنة كريمي كده في درجة حرارة الغرفة عشان ما تبقاش متجمدة شوية سكر لو هتحطو شوية كريم شونتي شوية شوكولاتة بيضة سايحة قلب 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 لذيذة قوي هتعجبكو انا متأكدة انا متأكدة انها هتعجبكو طعمها لذيذ جدا جدا مشبعة واللي مش ملوش في الفكهة قوي اللي هو انا مش انا طبعا يعني انا ممكن عيش اصلا على الفكهة لكن اللي ملوش قوي في الفكهة هتحسوا ان هو بيأكلها بسهولة بساطا الولاد الصغيرين والكبار الصراحة كتبقه ده كله داخل الكنترول انا حسها حسيت حسيت سويستاهل الصراحة طبعا انا لما باجي اكل او اقدم الوصفة بلغبط بقى او بقلب البسكوت مع الفكهة والدراسنج بتاعها بس انا وقت التقديم بحب انه يكون منفصل عشان اولا فكرة التشيس كيك تبقى بينه سنين عشان الشكل في التقديم ولكن وقت الاكل بقوم خلطة كله مع بعضه هتعجبكو جدا وعد طبعا استخدموا الفكهة المتوفرة عندوك شوية كريم شانتيه كده عشان التقديم مارشاميلو اي حاجة مش عندوكو استخنوا عنها يعني فيش حاجة اجبارية اطلاقا هي مجرد فكرة بس انكها خطيرة فيعني انتو ممكن تعملوا الفكرة بالمكونات الموجودة عندوكو او اللي انتو بتحبوها او اللي انتو تقدروا تاكلوها علشان في ناس كتير بيبقى عندها حساسية او حاجة فبراحتكو خالص بس هي فكرة لذيذة قوي مختلفة ولذيذة عندوكو ضيوف رايحين ضيوف عند حد تجيبوا طبق كده لذيذ وتعملوا فيه صلطة الفواكه دي وتاخدوه معاكو هدية منها ست البيت هتحتفظ باقي الطبق ومنها هتاكلوا صنف حلو لذيذ جدا جدا ومغزي وعلى فكرة مش مكلف زي الاطباق اللي بتجيبها من برا ومختلف تماما عمركم حتلقوه في المحلات حلوة لذيذ جدا جدا كده احنا عملنا الترايفل أسفا عملنا صلطة الفاكهة با نكت التشيس كيك وقدمناها زي ما شفته كده نطلع فاصل ونرجع لسه عندنا وصفات حلوة لذيذة جدا جدا كلها سهلة كلها سريعة وكلها صيفي قوي مستنونا اهلا بيكو بعد الفاصل لسا مكملين في الوصفات بتاعة الحلويات سهلة سريعة منعشة جدا صيفي قوي كلها ينفع تستقبلوا ضيوفكو سواء في البيت او في المصيف تروحوا لضيوفكو في عزايم او في المصيف تكون هدية لطيفة جدا جدا الاطباق دي يا جماعة رخيصة جدا جدا هي ازاز ورخيصة جدا واللي زيها كتير الطبق بيبقى بمية جنيه تمانين جنيه لطيف جدا وحتحطوا جوال حاجة هتبقى وصفة مختلفة هتوفر معاكو جامد جدا 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 سواء رايحين انتو عند حد او حد جايلكو الآن هنعمل الترايفل ترايفل لطيف جدا انكو تقدروا تستخدموا بواقي الكيك اللي عندكو او باسكوت الطبقة الاولانية دي هتبقى بواقي كيك يا باسكوت انا عندي هنا بواقي كيك فانيليا عندي منجا مجمدة او اي نوع فاكهة تاني انتو بتحبوه وبعد كده عندي كريم شانتي ولبن مكسف محلة واشتا وفانيليا عندي مشروب غازي ابيض بدون اي نكهة او لون بعد كده عندي قطع من المنجا مجمدة برضو وسكر وزبدة ونشا وصفار بيد وعصير منجا ولبن عشان نعمل الكاسترد البيتي طيب هنا حلة لون نمشي واحدة واحدة كده في الخطوات حلة هحط فيها كوباية من اللبن كوباية من عصير المنجا هجيب بولا هحط في البولا السكر السكر صفار البيض الفانيليا هرفع اللبن مع عصير المنجا هنا على النار علشان يدفو مش يغلو هضرب صفار البيض مع السكر والفانيليا هنا اول ما يمتازجه هنزل لهم مقدار النشا واخلط لحد ما يمتازج كله ما يبقاش عمدي نشا باين في البولا ولا باودر هاخد قطعة المنجا او اي فاكهة تانية ودي مجمدة لان ما فيش منجا لسه في السوق واخلطها معاهم واطلع على النار لسه ما سخنش هنسيبه لحد ما يسخن ما فيش مشكلة لسه عندنا خطوات كتير عايزين نعملها هحط الكيك هنا كيك بقى اه 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 اتحروقت اشيل الاطراف بتاعتها واستخدم القلب بتاعها كيك الاطراف بتاعتها اه 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 استوتوا جوه ناية قرمي ناية واستخدم الحواف كيك قدمت ونشفت عندي والولاد مش راضين ياكلوها بكوا باسكوت اه 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 شاي اللي موجود عندكم استخدموه هعمل ايه هنا في الكيك هاخد عصير بورتقان اه اسفه اسفه عصير منجا هاخد مياه غازية بيضا ينفى حاجة واحدة منهم يا اميرة ايوا ينفى هاخد بولا هحط فيها عصير منجا قليل اشطا علب بانيليا لبا مكسف محلة كريم شانتي كريم شانتي او كريمة مخفوقة قلب كل ده مع بعضه كويس قوي كريم شانتي كمان ممكن تضربوه بعصير المنجا جميعا موسيقى 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 حلوة قوي موسيقى دي كمية من الكاسترد اللي اتعمل وتبرد لانه مش هينفع طبعا نستخدمه وهو صوخ موسيقى 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 بحط منها هنا مش عارف يا جامعة انتم اعمدين ايه بصراحة مش مفهوم بالنسبة لي الموضوع موسيقى دا كاسترد زا اللي احنا عملناه بالضبط بس اتبرد برد يعني مش سخن عشان مش هينفع نستخدمه سخن طبعا نساوي بس كده الوش نطلع للحروف عشان عايزة الحروف تبقى بينة الطبقات فيها وبعدين نبتدي ناخد من المنجا وبردو بحطها على الاطراف الاول عشان عايزة الطبقات تكون واضحة جدا اي حاجة تانية غير المنجا مفيش مشكلة اللي موجود او اللي انتو بتحبوه او المتوفر وبعدين نحط كده اهو طبقة مخترمة يعني وبعدين نقوم منزلين الطبقة اللي احنا بقى عملناها بالكريم شمتي مش هوصلها للاطراف قوي انا عايزة المنجا تبقى بينة معايا اهو انتو متحيارين مش لا انا هقفلها بقى هقولك هعمل ايه اه انتو متحيارين مش هعرفين تاكلوا ايه ولا ايه بصراحة مش كده يعني اهو هقوم جايبة قطع من الكيك هحطها هنا في النص وهقوم جايبة قطع من المنجا كده اي طريق تقديم انتو حبنها مفيش مشكلة يعني انا مش مكررة حاجة معينة وغيرت رأيه كذا مرة وانا بقى ايه وانا بعمل وبعد نحديها الكريم شانتيعة للاطراف تعالوا بقى انا رجع تانى الكريم باتيسري او الكاسترد او اي ان كان كده اه دفي اه دفي انزل هنا اقلب 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 اعملت تامبرينج للبيض خلط كويس قوي قوي كله داب انزل كل ده في الحلة انزل كل ده في الحلة بسم الله الرحمن الرحيم وقلب لحد ما يبقى كاسترد ده كاسترد بتعم المنجا مش عايز احط قطع المنجا بلاش مش عايز احط عصير المنجا وعايز اعمله باللبن بس اوكي مفيش اي مشكلة انزل معلقة الزبدة وقلب لحد ما يتقل معايا ويبقى كاسترد اسيبوا يهدى شوية وبعدين استخدمه قطع المنجا عايزينها واضحة سيبوها واضحة عايزين تضربوها في الكبه اضربوها في الكبه مش عايزين تحطوا منجا خالص ما تحطوش تقليب مستمر على نار هادية لحد ما يبقى كاستر هيعجبكو قوي 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 طبعا ينفع تحطوه في كاسات وتأكلوه للولاد كده زي ما هو كاستر بتعمل منجا بيبقى تحفى وده انا هعمله دلوقتي برضو لانه قريدي انا خلصت خلاص كاستر بتعمل منجا بيبقى تحفى يا جماعة يتعمل لوحده كده حلو جدا جدا وقاديكو بتشوفوا اهو الطبقات بتاعت الترايفل وعشان كده بقولكو اهتموا بالاطراف بتاعت الطبق لازم كده يكون في طبق شفف وهنا ما نستعجلش خالص وما نرفعش النار علشان البيض يستوي والنشا يستوي وما يكونش فيه طعم زفارة او طعم حرق فلازم معلش يعني هي النار هادية بس لازم تفضل هادية لابد انها تفضل هادية طبعا طبعا لما يخش التلاجة حيتقلعم كده ده اكيد بس لازم قديله تسويته مظبوط مغرفة طبعا برضو وانتو بتقدموه كاستر بس تقدروا تحطه من تحت برضو بسكوت او كيك وتقدروا تقدموه من غير فانا هعمل واحد جوا كيك اهو وواحد لا برضو براحتكو اهو والكاستر ده هرجع تاني واقول تحفة لو جربتوه مش هتبطروا تعملوه طول السيف طول ما المنجا موجود وقطع المنجا جواه بتبقى لذيذة قوي قوي يلا بينا تقل استوى ريح تطوح في جماعة هاخد هنا اهو واحد حطت له كيك وواحد كاستر فقط لا غير عندكو شوية بسكوت حطوه من تحت عايزين بسكوت مش عايزين بسكوت عايزين كيك مش عايزين كيك ما فيش مشكلة غير طبيعي في الجمال ورحته تحفة عملنا سلطة الفواكه بنكهة شيس كيك عملنا الكاستر بنكهة المنجا عملنا الترايفل بنكهة المنجا بالطبقات المتنوعة تعالوا نطلع فاصل ونرجع استنونا اهلا بيكو بعد الفاصل دايب صيف حر حلويات ايس كريم على طول الايس كريم يا جماعة أساسه كوباية من الكريم شانتي نص كوباية من اللبن المكسف المحلل طبعا دايس كريم البيتي سريع البسيط اللي من غير مكنه كوباية من الكريم شانتيog بوزنها أو بعيرها بعد ما بجرب الكريم شانتي intersecting ونص كوباية من اللبن المكسف المحلل طيب عايزة بقى بنكهة الشوكولاتة احط شوية شوكولات شيبس احط شوية كاكاو احط شوية شوكولاتة قابلة للده عايزها بنكهة الفول السوداني احط زبدة فول سوداني عايزها بنكهة الفانيليا احط شوية فانيليا عايزها بنكهة القهوة احط شوية قهوة سريعة الزوابان عايزها بنكهة الكرامل احط شوية سوس كرامل عايزاها بنكهة الفراولة أحط قطع فراولة وأضرب الكريم شانتي بعصير الفراولة وهكذا لكن الأساس كوباية من الكريم شانتي اللي هي بودرة الكريم شانتي على شوية مية وضربتهم بقوا كريم شانتي ونصف كوباية لبن مكسف محلق وشكرا ومرسي بعدها بتنزلوا لتخلصوا المقادير دي لو تنزلوا لنا مقادير اللبن المكسف المحلق أكون شكرا جدا عشان لو حد عايز يعمله في البيت عشان يعمل الأيس كريم هنعمل يبقى دلوقتي أقول لكم هجيب هنا بولا أنا عايزة أعمله بنكهة القهوة فححط القهوة سريعة الزوبان هدوبها في شوية مية دافية شكرا جدا اللبن المكسف المحلق معاكم على الشاشة هتضربوا كل المكونات فيه الخلاط هيبقى عندكم لبن مكسف محلق هذه القهوة مع المية الدافية اللبنى دابت هنزل بكوباية الكريم شانتي وصدها نص كوباية من اللبن المكسف المحلق الأول حخلط كويس قوي وبخلط بخفة كده عشان مخرجش الهواء لجوه الكريم شانتي ويطلع الايس كريم عندي تقيل كده ومكبوس بقى عندي اولا انا كده عندي كريم شانتي بنكية القهوة ممكن ازاين به اي كبكيك او كيك او احشي به اي كريب او بانكيك ده مبدئيا كده يعني او احطه على كوباية القهوة سواء كانت سخنة او سقعة يعني استخدماته كتير قوي اوكي كده طيب انا بقى عايز احاوله ايس كريم اعمل ايه لازم افضل اقلب لفوق بصوا العرق بدأ يظهر اهو شايفين اهو اقلب واطلع لفوق العرق بدأ يظهر اهو العرق ده اللي حيخلي الكريم شانتي بقى ايس كريم اهو شايفين حلو حلو قوي اعيز اخزينه بقى او مجايبه كيس تلاجه نظيف فتحه بالسكينه احطه جوه اي علبة محكمه الغلق ما يفعش يكون علبة الغاطة بتاعها مايس احط الايس كريم شايفين انا مبادغطش على الايس كريم في العلبة انا بحطه ازاي لازم يبقى فيه هوا اهو لازم يبقى فيه هوا حتى لما حاجي اسويه هم عاملة ايه من علوش كده واسيب الهوا اللي جوه موجود عايزين تحطوله شوية شوكولاتة شوكولات شبس اوكي عايزين تحطوله شوية سوس كرامل اوكي عايزين يبقى بنكهة القهوة قوية شوية فحطوا شوية قهوة سرعت الزوبان اوكي عايزين تعمل قهوة اقوى شوية فحط بزور القهوة اوكي عايزين تعملوها كده اوكي هقفل العلبة بكيس وبعدين بالغطة عشان اتأكد ان الايس كريم لا هيخشره هوا ولا هيخشره تلج ولا هيخشره ريحة حاجة في الفريزر جنبه بقفل على كيس وبقى عندنا احلى ايس كريم قهوة في الدنيا هطلع فاصل ابعت اجيب الايس كريم اللي احنا اصلا عاملينه من الفريزر عشان ما يسحش وارجعلكو نشوف هنقدمه ازاي وعندنا وصفة عصير طحفة استنونا اهلا بيكو بعد الفاصل اه شكرا ان شاء الله يجب بخطرك يا رب ايس كريم القهوة يا جماعة هتدعولي وعشاء القهوة هيدعولي الايس كريم ده الصبح للناس اللي بتحب تشرب قهوة صباحية اه وفي الجو الحارة ما بيقدروش يشربوها اه سخنة هتجيبوا ايس كريم القهوة ده بعد ما تعملوه تحطوه في الخلاط وتحطوه معاه معلقة قهوة تانية لو انتو عايزين طعم يبقى قوي قوي يعني وتحطوه معاه شوية من اللبن او شوية من المياه وتضربوه تدورو نكهة بسوس الكرامل او سوس الشوكولت او الفانيليا كل واحد حسب بيحب القهوة ازاي هيبقى عندكو احلى فرابي او احلى او احلى اهوة او احلى ايس كوفي في الدنيا تمام؟ هنا حطينا سوس الكرامل كرامل شوكولت شيبس شوية قهوة شوية بزور القهوة هتكلوك ايس كريم طحفة هتعملوك ايس كوفي طحفة تمام؟ تمام يا سلام لو حتة براونيز او مولتن كيك سخنة وتقوموا اغدين بولت الايس كريم القهوة وحطينها عليها يا عيني لا يعني الاستخدامات لا نهائية وانا في القهوة انتو عارفين يعني ممكن مسكوتش لحد بعد بكرة طيب دلوقتي هنعمل مع بعض عصير الجوافة طحفة هيعجبكو جدا جدا الجوافة متشيلوش القلب بتاعها والنبي متشيلو القلب بتاعها القلب بتاعها في فايدة كتير وفي طعم وفي سكر بعد كده بقوصفوها احنا هنا بنشيل القلب علشان خاطر الشباب بيساعدوني علشان ما نصفيش وناخد غلبة كتير لكن انتو في البيت خلو القلب جوافة وهي دي موسم بتاعها وطعمها طحفة ومسكرة شوية سكر عصير اللمون فانيليا اشتاعله بقى وش اللبن وانا بفضل وش اللبن ولبن كامل الدسم وتدعولي يلا بينا كله في الخلط طبعا ادي الجوافة ادي السكر ادي عصير اللمون ادي الفانيليا طبعا ممكن تبقى فانيليا باودر عادي ادي الاشتا اوبا ودي اللبن بسم الله الرحمن الرحيم اقفل شغل شكرا مرسي انزل في الكوباية هنا عصير اللمون هيخليها مش هتغير لونها للناس اللي هتتساءل دلوقتي ازاي هنحطها في التلاجة اميرة ولونها هيغير لا لونها مش هيغير يا جماعة عشان احنا نحطين عصير اللمون بس طبعا المهم يكون الازازة بتاعتكو بتقفل كويس محكمة الغلق ما تسيبوهاش طبعا مفتوحة اي حاجة بقى للتقديم مفيش مشكلة من عندي هنا المعناع فهحطه كنا لو في البيت مش هحط حاجة عشان ما فيش حاجة تغير لي طعم العصير انا بس عشان التصوير لزوم حركات التصوير هاخد الايس كريم اجيبوه هنا وادي العلبة اللي احنا عملناها سوى اللي طبعا هتخش لسه الفريزر بس طعمها تحفة تقدروا تحطوا العلبة زي زي ما هي محكمة الغلق في التلاجة مش في الفريزر وتستخدموها ككريم شنطية على وش القهوة بتبقى تحفة تحفة او تحطوها زي ما قلتلكو على برضو وهي كريمة كده على كيك على كراب بتبقى حلوة قوي للناس اللي بيحبوا القهوة زي حلاتي كده وبيبقوا عايزين دخلوها في اي حاجة فتقدروا برضو تستخدموها ككريمة اه ايوه ما احنا عسب نتبهدل في الصيف لاننا عايزين قهوة والقهوة سخنة واحنا مفرهدين فلازم في مديل دي كانت حلقتنا النهاردة ووصفاتنا وافكارنا للنهاردة اللي بتمنى انها تكون عجبتكم حلقة صيفية خفيفة لذيذة وصفتها ان شاء الله تجربوها وتبعتونا التطبيقات عملنا ترايفل المانجا باق الكاسترد عملنا صلطة الفكهة بنكهة التشيزكيك عملنا عصير الجوافة وعملنا كمان ايس كريم القهوة وكريم شانتي القهوة او الكريمة بتاعت القهوة اللي تقدروا تستغلوها استغلالات كتير جدا انا شخصيا بحط الكريمة القهوة دي في التلاجة وبقولها كده في المعلقة دي كانت الوصفات بتاعت النهاردة ارجو انكم تتابعونا يوميا من ثلاثة الاربعة استنونا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة